طبعاً عايزين ننوه على حضراتكو كمان عن أبرز المحاور والتوصيات اللي تضمنها التقرير على سبيل المثال جاه في عرض التقرير أنه برنامج الحكومة الجديدة هيكون ليه تأثير كبير في تحسين مستوى معيشة المواطنين خصوصاً استحوازه على المحددات العامة لأي برامج حكومية لتحقيق أهداف تنموية واقتصادية محددة ووضح التقرير كمان أن دمج بعض الوزرات في الحكومة الجديدة خطوة هامة لتحقيق الإدارة الرشيدة وتحسين الكفاءة والفعالية والأداء الحكومي من ناحية أخرى اللجنة الفرلمانية لدراسة البرنامج أوسط بالالتزام باستكمال بناء النظام التعليمي الحديث ووجود قاعدة بيانات متكملة عن كافة الأصول اللي بتنتلكها شركات الأعمال